شكرا في كل زمان وفي كل مكان نحن التقينا أمس في برنامج الحوار عن فهدانات السودان وعلى أثر فهدانات السودان على السودان وما هي البواعث التي أدت إلى حدوث هذا الفهدان اليوم نأخذ محاضرة مطولة سأتكلم فيها عن خمس محاور إن شاء الله هي المحاضرة اسمها فهدانات السودان والتغير المناخي وطبعا أنا أشكر كل الشباب الذين ساعدوني في عمل المادة العلمية والمادة الإعلامية في هذا المجال ومنهم الصورة الثانية علي الصورة الثانية منهم أليو محمد اللي هو بيشتغل في الإغاثة الإسلامية عبر العالم في مدير مكتب السومال هناك وكذلك الأستاذ عبدالعزيز خاطر اللي هو بيشتغل في العمل الإنساني وعمل الإغاثة والتلموة أشكرهم وأشكر كمان أخونا اللي هو علي الشوة اللي بيعد المادة الإعلامية بعد كده لدينا عناصر اللقاء اليوم وعناصر المحاضرة اليوم خمسة 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 خليكم معنا لأن هذه المحاضرة فيها أكثر من ثلاثين شريحة يعني بدلنا فيها جهد كبير جدا 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 فيه جزئين الأوليين دول حيكونوا مش مباشرين لكن هم المؤديين لما حدث في السودان اللي هو التغير المناخي ذائد الفساد الإداري في العالم كله وليس فقط في أي دولة معينة ذائد فائدان السودان وذائد الربعة اللي هو تكون معيارية تعامل المجتمع الدولي والدول الأخرى والمؤسسات مع فائدان السودان ومقارنتها بأماكن أخرى والأخير اللي هو الحلول المقترحة فأرجو أنكم تصبروا معي لأن الجزء الأولاني هو جزء متخصص في التغير المناخي والفساد الإداري لأن لا يوجد فائدان في أي مكان في العالم حاليا إلا وراء سبب من أسباب هذه الفائدانات التغير المناخي هذا القضية أو بيت القصير التي نتحدث عنها من سنوات لنا جميعا القضية أو بيت القصير وفي هذه القضية أحد منها تسمى الاحتباس الحراري الاحتباس الحراري يعني درجة الحرارة بل ترتفع يعني معناها فيها غازات تخرج من إما غازات بشرية أو هاته نتيجة الصناعات الغير صديقة للبيئة ما هي غاز الاحتباس الحراري ؟ غاز الحراري هي غازات الدفيع النتيجة عن الأنشطة البشرية هذه الصناعات، الرجاء، الطيارات والسيارات إلى آخرين، وميلات الأmtالية. الغازات الدفيئة النتيجة عن الأنشارة البشرية، أندم بان أهم محركات التغالي المناخي هي الغازات الدفيئة التي تخرج من العربيات، ومن الطيارات، من الملاكب، من القطرات، وبعد شهابه من المصانع إلى آخرين تتميز هذه الغازات الدفيئة بأنها خارجة من نشاط بشري نحن الذين نخرجها نحن ننمر الكون و نرفع درجة حرارة الكون تتركز و تذهب إلى الغازات الدفيئة في الغلاف الخارجي للكون و تتغير تركزاتها من مكان إلى مكان إلى مكان النقطة الثانية الزادة الإنبعاثة الغازات الاحتباسة السنوية كانت في عام 1991 قرابة 1% و وصلت إلى 40% في عام 2012 و مازالت ترتفع و مازالت ترتفع كانت منذ حوالي 1991 إلى 2012 حوالي تسعة سنين و 21 سنة ارتفعت من 1% إلى 40% و مبعاثات غاز الثاني أكسيد الكربون العالمية من الوقود الأحفوري في طريقة الارتفاع دائما و بدأت ترتفع أرقام قياسية في عام 2019 هذا وفقا إلى تقرير جديد صادر عن مشروع الكربون العالمي و هذا سيعرض العالم لخطر تغير مناخ الكارثة بسبب هذه الغازات المسببة للاحتباس الحراري هذه هي خريطة الاحتباس الحراري الخريطة التي تبقى لنا الدول التي تنتج ساني أكسيد الكربون التي تؤثر سلبا على المناخ الخارجي حولنا هذا مدخل لقضية السودان و مدخل لفيدانات السودان أكثر دولتين يؤدوا إلى إنتاج هذا ساني أكسيد الكربون هم دولتين يكونوا 41% من كمية ساني أكسيد الكربون في العالم الصين 29% و الوقت المتاحة الأمريكية 16% نتحدث عن 45% من الثاني أكسيد الكربون يخرج من دولتين فقط ليس 41% لديه غلط في الرقم 45% لو نضيفنا لهم اليابان و الهند و روسيا سنصل إلى أكثر من 65% يبقى في دولتين فقط الصين و الوقت المتاحة الأمريكية ينتجوا 45% من ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم هذا الذي يؤدي للاحتباس الحراري و التغير المناخية وأحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري أو أنه تغير المناخية بالنسبة للإنبعاثات العالمية من احتباس الحراري للفرد كما نرى المتوسط منها 4.8 طن من ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم لكنها عالية جدا في بعض الأماكن مثل أستراليا 17 طن الفرد نوات المتاحة الأمريكية 16 طن الفرد الصين 7 طن الفرد و الاتحاد الأوروبي 7 طن الفرد فهذا الانتاج بالنسبة للفرد الإنسان في العالم هو ينتج بيبرز أو الانبعاث الحراري يخرج من الفرد فينا ستجد أنه في أمريكا و في أستراليا أعلى معدلات في العالم هذا الانبعاث أكسيد الكربون بالفرد أيضا ستجد أن هذه إحصائية أخرى موجودة عندنا أنه في أستراليا وصلت 18 طن الفرد الانبعاث أمريكية 16 طن الفرد و هكذا تنزل لغاية تصل إلى أجندة التي تساوي 1 طن الفرد فطبعا هذا نصيب الفرد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الشريحة التي فاتت في حوالي 17% والشريحة التي فاتت 18% الدولة الصناعية هي التي تتصدر أو تنتج أو تبعث هذه الكمية من ثاني أكسيد الكربون في العالم وهذا أخطر شيء بالنسبة للإحباس الحراري و بالنسبة للتلوث البيئي و بالنسبة أيضا للتغير المناخي بعد ذلك يذهب إلى أين ثاني أكسيد الكربون أو الغلوبال فصل ينزل في البحار و المحيطات إلى آخر كما نرى في الخارج ستتكلم بالتفصيل هذا هو مدخل أساسي و مدخل رئيسي ما الذي يحدث في السودان و أثيوبيا و السومال و كينيا و تنزانيا من الفيادانات التي تحدث كل سنة وهو التغير المناخي نتيجة التلوث البيئي نتيجة الحراري نتيجة انبعاث ثاني أكسيد الكربون من الدولة الصناعية ما بين أمريكا و الصين من 45% من كمية سينكسيد الكربون تبرزها أو تفرزها هاتين الدولتين فقط بعد كده هنا يأتي مع الانتفاع حرارة هجرة الجراد من أخطر الحشرات الضارة بالنسبة للأمن الغذائي أخطر الحشرات الضارة بالنسبة للأمن الغذائي تأكل محاصيل لا يحصل لها ولا قوة وهذه الحركة التوالد والهجرة من أسيا للشرق الأوسط لشرق أفريقيا في أشهر معينة عندما يرتفع درجة الحرارة هذا يساعد على أن الجراد يتوالب بسرعة وتنتقل الأسراب من الجراد كما نرى من شهر أو شهرين من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة ثم تأثير الجراد على الأمن الغذائي خطير خطير ينتشر التعون الجراد مثلا نحن الآن في فيضان في السودان لكن هناك جراد سيأتي للسودان والأسف ووصل لأماكن أخرى ينتشر التعون الجراد في منطقة شرق أفريقيا مما يهدد الأمدادات الغذائية لعشرات الملايين حجم تفشي الجراد الذي أصاب الآن سبع دول في شرق أفريقيا كينيا والصومال وأثيوبيا وأريتريا وأغندا وقرب السودان يعني ازداد حجم تفشي للدجارات في هذه المنطقة والخبراء يقولون هذا سيكون نذيرا لارتفاع درجات أنه قد يكون نذيرا لأشياء تأتي مع ارتفاع مع ارتفاع درجات حرارة سطح البح التي تؤدي العواصف الشهيدة وتغير المناخ إلى ترجيح كفة الميزان لصالح أنماط الدوران مثل تلك المهددات نرى أن تغير الحرارة والتغير المناخ يؤدي إلى ازدياد هجرة وتوالد الجراد والتأثير على الأمن الغذائي وحصد المحاصيل الزراعية في الأماكن وذكرنا سبع أماكن في شرق أفريقيا الجراد والأمن الغذائي مهمة جدا في شهر يونيو زادت المخاوف من زاد أعداد الجراد الصحراء وبمقدار ربعمية دعف مقارنة بشهر فبراير في نفس السنة مما أدى إلى دمار واسع النطاق المحاصيل والمراعي في القناة الأفريقية المعرب بشدة والحديث مجاعة هناك فيضان في السودان أيوة موجود في الصومال أيوة كان في كينيا وتنزانيا إلى أخير إلى أخير لكن هنا الخطأ الأكثر الذي جاءنا هو الجراد الذي يدمر كل المحاصيل الزراعية في أفريقيا 13 مليون شخص في جيبوتي وأريتريا وأثيوبيا وكينيا والصومال يعانوا من انعدام أمن غذائي أمن غذائي وفقا لمنظرات الأغذائية الزراعية التي هي الفاول التي نتحدث عنها في 20 مليون أخرين على حفة الأول نتحدث عن 33 مليون في المنطقة التي نتحدث عنها في السبعة أو الثمان أمن الزراعية هذا بالنسبة للأمن الغذائي الذي سيكون جزء من عدم موجود أمن الغذائي هو انتشار الجراد وتوارد الجراد وهجرة الجراد بعد ذلك قد عمل أمطار استثنائية والفاولات تفشي الجراد لم يكن نتعامل معه لأن كوفيد قالنا في 2019 كان لدينا فاولات وبعد ذلك كان لدينا في 2019 فأصبحت قدرة السكان في منطقة شرق أفريقيا أضعف من مكانة الموجودة والفاولات الموجودة ومهتول الأمطار الاستثنائية في عام 2019 نتيجة عامية الدافئة في غرب المحيط الهندي الذي نسميه المحيط الهندي الثنائي القد وهذا يساهم أيضا في اندلاع الحرائق ستجد أن في محيط الهندي كان هناك حرائق كبيرة جدا في inequalities في 1963 وكان هناك حرائق وقد كان هناك حرائق في المحيط مع عام وكان هناك حضائق في علينا عام أعتقد في برق وفي أماكن أخرى يؤثر على هتور الأمطار جمعاً أعصير المدارية والغربية بين أكتوبر ودسمبر الذي أضع إلى النحوض بحرد فيكتوريا يعتبر مصدر النير الأبيض ازداد المعدل من 150 إلى 200% نتحدث عن حرائق في أماكن ونتحدث عن هتور الأمطار في أماكن وهذا كله ناتج عن التغير المناخي لجزء أساسي ومحوري منه ارتفاع نسبة ثانية أكسود الكربون الناتج عن الصناعات الغير بيئية والغير صديقة البيئة والذي تتمثل فيها دولتين فقط يصدروا أو يصدروا أو يبثوا 45% من نسبة ثانية أكسود الكربون في العالم وطبعا الأمطار عندما نزلت فرطفعات أثيوبيا في الأشر المادرية في الصومال في نهر شبل ونهر جوبا في آلاف من المزارعين هجروا الأماكن بدايتهم وعلى شان الفيضانات الموجودة داخل الصومال والذي لقيت أصلا من أثيوبيا هذه الفيضانات هنا في خريطة جميلة جدا واخدناها بالأقمار الصناعية للصين التي على الشمال وفيها اللون الأصفر ده تجد ان ده في شهر من 21 يناير عام 2020 والعالمين اللي هو بردك نفس الصين موجودة ونفس المنطقة موجودة اللي هو من 10 إلى 25 فبراير 2020 في وجود الكرونة قبل أن تغلق أو توقف أو تتوقف المصانع في الصين كان الشكل على الشمال اللي هو في الرقعة الصفراء دي والذي اللي بتوردينا كمية الانبعاث ثاني أكسيد الكربون اللي موجودة فيه داخل الصين نتجة عن المصانع اللي في الصين فقط فهنا بدك بقلي من أمريكا وهنا بدك اللي من الدول الأخرى لما توقفت المصانع أصبح صورة الأخمار الصناعية مش موجودة التلاوث ده اللي موجودة عندنا ناتج عن ثاني أكسيد الكربون اللي بتتجرم مصانع في الصين هذه صورة قمر الصناعي تم التقاطها حين أغلق الصين لمدة 30 من هذا اللي نتكلم به نتكلم به أن الدول العظمى لا تكترث بالمناخ والبيئة وصحة الإنسان في العالم إنما تكترث فقط بقوة اقتصادها ومتانة اقتصادها وسيطارة اقتصادها على اقتصاد العالم بعد ذلك هناك علاقة كبيرة جدا 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 بين التغير المناخي والفيدانات في الأفراغة لا أحد يقول أن هذا السودان مجرد فقط أقول فاد لا فاد ليه فاد ليه فاد ليه يعني الناس في السودان بيقولك من أكثر من مئة سنة لم يأتينا فيدان مثل هذا من سنة أيضا كان فيه فيدانات أخرى في السودان يعني كل سنة أو سنتين أو ثلاثة في المنطقة في فادنات لا بد أن نعرف السبب والسبب هو التغير المناخي المؤدي إلى حدوث الفادنات أو الجفاف والتصحف في أماكن أخرى والحرائق في الغابر هذا منظر من الفادنات التي حصلت في السودان في منطقة اسمها بلدوين في الصومال وده بعد السباب الأغاثة ماشيين وده الأهالي يعني موجودين ماشيين وطبعا ده أخفي بكتير جدا من اللي موجود في السودان بعد كده هل فيه علاقة بين التغير المناخي الكوارث الطبيعة؟ طبعا فيه في شهر يناير وفبراير في 2020 الأمطار ازدادت أعلى من المتواصل وربما تتعلق بالمياه الدفئة المستملة في غرب المحيط الهندي يعني نحن قلنا فيه نظرية المياه الدفئة في المحيط الهندي فزالت الأمطار التي موجودة عندنا ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ اسمعها دي مرة تانية تغير المناخ إلى زادة احتمالية حدوث هذه الأحداث مرة تالية وارتفاع سريع في مستوى البحارات في كينيا وأثيوبيا فبقى فيه بلدونات أخرى لأنها متصلة بعضها تغير المناخ والفيضانات متصلين ببعضهم وشهر مارس لمايو سنة 2020 شاف كتير جدا من الأمطار لغزيرة نزدد وارتفعت مستويات المياه في البحيرة برقم قياسي ويوضح أن هناك كوارث ستحصل نتيجة للتغير المناخي التي موجود فيها في الكون ليس فقط في هذه المنطقة في الكون يعني يعني الكسانيو وكسل الكربون اللي بيطلع فيه الصين بيؤثر على المناخ اللي موجود في أفرق وهطور الأموار الأمطار الاستثناء من ما بين 2019 و20 أدى الفيضانات ما رأينا البحيرات والأنهار اللي ازداد فيها فكل الفيضانات اللي بتجلنا حاليا الان هي نتيجة للتغير المناخي السلبي الناتج على الانبعاث الحراري الناتج على ازدياد نسبة ثانية أكسيد الكربون في الكون اللي تنتجه الصناعات الغير صديقة للبيئة بعد كده الأمن الغذائي والتغير المناخ أثرت تقصى عن مهم المحاصيل طبعاً ساعات الأمطار تحتر مرة واحدة فتدمر المحصول ويبقى فيه فيضانات ويبقى فيه سيول وساعات ما تحترش فيروح للموسم الزراعي يعني في بعض المحاصيل اللي بد تزرع في فبراير أو في مارس أو في إبريل ويتجي لها الأمطار الموسمية الخير ولا تجيش الأمطار أو لما ساعة الحصاد تقوم نزل الفيضانات أو نزل أمطار السيول إلى آخر يعاني الناس في المنطقة كذلك في المنطقة دي ليس من الفيضانات لا بيعانوا كذلك من الكورونا في ذلك طبعاً وهذا يؤدي الارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى آخرية ويأتي فوق أيضاً أنه هجرة الجراد والجراد ويأكل الأخضر واليابس ويؤدي إلى تدمير المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء في هذه الأماكن بعض الصور من السودان كما نعرف في عام 2019 استمرت الأمطار وارتفاع مفاجئة 16 ولاية في السودان وهذا أدى إلى سقوط 870 ضحية وتأثر حوالي 350 ألف شخص هناك وتدمير حوالي 41 ألف بيت تضرر الأمطار لم تتوقف مستمرة بطريقة غير عادية التي أدت إلى انهيار انهينات أرضية في جميع أنحاء كينيا وأوغندا من منتصف 2019 إلى 2020 هناك أثيوبيا والصومال في الفوضانات نرى المنطقة نتكلم عن السودان في 2019 نتكلم عن أوغندا نتكلم عن كينيا نتكلم عن أثيوبيا نتكلم عن الصومال نتكلم عن رقعة كبيرة جدا القرن الأفريقي كله فيه ستة أو سبعة دول يعني يضرب حتى يضربها الأمطار نتيجة التلوث البيئي وانحباس الحراري ووجود معدلات عالية جدا من ثانية أكسيد الكربون في الكون حاليا هناك مصيبة ثانية جاد لنا في السودان أو جائحة أخرى جاد لنا في السودان اللي هي الفوضان الحالي اللي هو دمر ما لا يقل مئة ألف بيت ما لا يقل عن 500 ألف نسبة ومات فيه أكثر من مئة 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 ومعرفش عدد الحيوانات اللي نفقت وعدد أكثر من 500 كم مربع من أراضي الزراعية تغطت بالمياه في السودان يعني كل هذه الأشياء سنعرف نتيجتها إلا لما الفيضان يقل نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن خلال العامين 19 و 20 المنطقة تضربها الفيضانات بطريقة غير عادية نتيجة مئة مرة و ألف مرة و مليون مرة نتيجة التلاوث البيئي والتغير المناخي والحباس الحراري و تزياد معدد إنتاج ثاني أكسود الكربون أو أحد يضحك عليك و قلوكو دي بس مجرد شيء أعوذ بالله ما أعوذ بالله ما أعوذ بالله ما أعوذ بالله البلاء نصنعناها لأننا لم نحافظ عن مقدرات الكون اللي ربنا استخلفنا عليها بعد كده كل الكلام أنا أشكر فيه أليو و أشكر فيه الأستاذ عبدالعزيز الخاطن كل المعلومات أنا لم أفعلها الشابين جزائهم الله خير سعروا لكي يجب المعلومات لكم مع استمرار الدول الغنية سمعوا الدول الغنية في الإنتاج الذي غير مراقب سوف أهدي هذا إلى انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفئة التي يستخدم الكربون و أترتب على هذا الاستمرار في حدود الكوارث الناجمة عن التغير المناخي في جميع أنحاء العالم أنا قلت من الأمازون لأنجولا لكونغو و أتركنا 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 لأستراليا و الحلقة التي حصلت فيها ستستملك دول الشرق أفريقيا في مجالة الأخطار والكوارث المتعددة من الفيادانات الخاطفة والجفاف و غزو الجراد و إن شاء الأمراض سيكون موجود لأن هناك المشكلة يا شباب يا شباب التغير المناخي نتيجة تعند الدول الصناعية الكبرى في عدم الالتزام بأن تكون صناعتها صديقة للبيئة وسيستمر الملايين في المعاناة من نقص الغذاء والمأوى الأساسي والتعرض لأمراض يمكن الوقاية منها مثل كل الرياض حان الوقت الوقت هذا التوصيات التي عملها أليو و عملها الأستاذ عبد العزيز أن العالم يقف وقفة مع الدول المنتجة الصناعية إن لو تدمر العالم ستتدمره أيضا ليس فقط أفريقيا ستتدمره ليس فقط أسيا ستتدمره ليس فقط الأغربات في الأمازون ستتدمره ليس فقط الأغربات الموجودة في إسرائيل ستتدمره كلنا سنموت الجشع والطمع والتسابق على أن هو تلوث البيئي في العالم كله بعد كده هذه بعض المراجع للشباب الذين هم محتاجين يرجعوا ويشاهدوا فيها وأنا بشكر أخواننا في أليو وكذلك عبد العزيز خاطر في المادة العلمية بعد كده هنا هنتكلم عن نقطة الثانية من المحاضرة الفساد العالم كله يتراوح فيه الفساد من دول عزمة أو دول متقدمة أو دول متحددة إلى دول متخلفة كما نرى هذه مؤشرات الفساد ما بين اللون الأخضر وهو أعلى دول في محاربة الفساد الموجودة بالذات في نيوزيلاندا وموجودة في الدنمارك إلى أقلها في محاربة الفساد مثل الدول في القرن الأفريقي ومنها الصومار إلى آخر إلى آخر إلى آخر والسودان والسودان وليبيا وسوريا وأعتقد أفغانستان واليمن إلى آخر إلى آخر فالألوان كلها تدين أن في فساد في فساد في المجتمعات في فساد في الحكم في فساد من الشعوب التي يؤدي إلى كل هذه التغيرات المناخية لأن الدول العظمى وكذلك الشركات لعباء القرارات لا تهتم لا ببيئة ولا بتربة ولا بحيوانات ولا بطيور ولا مياه ودائما دائما دائما من دول المصلحة الأولى هي مصلحة العملة التي يريدون أن يوريجها والكسب السريع من مثل هذه الدول التي ليس فيها حكومات قوية لكن فيها حكومات ضعيفة أو حكومات فسادة الشريحة هذا بالنسبة للمنطقة العربية دول الدول العربية كلها وهذا ترتيب الدول المؤشر الفساد في 2019 وهذه مؤسسة الشفافية الدولية سنجد أقاع الصومال 180 سوريا 170 اليمن 177 السوداء 179 ليبيا العراق جودون أمر 550 مورتانيا 137 لبنان مرفق بيروت 137 جيبوتي 126 مصر مصر التي تعتبر دولة قوية ودولة كبيرة الجزائر 106 دولة بترولية ودولة غازية الكويت من 85 المغرب من 80 وهكذا 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 هذا واقع العرب العربي بالنسبة لمؤسسة الشفافية وكيف نحارب الفساد الموجود في الدول وبين الشعوب لبعدها هنا في الشريحة هناك أفضل 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 أجل الأفضل جترا منهم يمن وقواقل غزستان هذا بناء على الوكيبيديا الوكيبيديا فنجد هنا أعلى دولة في محاربة الفساد هي نيوزيلندا ثم دنمارك وفنلندا والسويدية دول سكندربيا ثم سكندرينغافورا ونرويج نرى كل دول سكندربيا الفودي ثم سكندرينغافورا دولة في أقصى الشرق ثم نرجع بأكادة نرويج وهولندا وإن نذهب إلى أستراليا وسويسرا وكنداة حتى نمرى عشرة وليكسنبورج قبلهم وتلاقوا الحكومة البريطانية نمرى 16 وهكذا فده عشان ننزل للعالم اللي بيشارك في حرب الفساد أو حكوماته وهي فاسدة وتشارك في التغالير المناخي سلبا من اللي ليس إيجابا والأسف بعد ذلك نذهب إلى المحور التالي في المحاضرة قبل ذلك عدد المتضررين في 2020 نصف مليون عدد البيوت التي تدمرت ما لا يقلنا عن 100 ألف المساحة التي تغطت بالمياه قرابة 500 كم مربع أو أكثر لا ندري لا ندري لا ندري كم عدد الحيوانات التي نفقت المحاصيل اللي راحت فمش قدرين إلى الآن نحدد أبعاد الكارثة الطبيعية التي أصابت السودان وتمنى أنها تصيب السودان في محاضرة هي كارثة إنسانية لم تصيب السودان منذ حوالة 100 عام في 17 ولاية ننظر الرسم على هذا الشمال في الخرطوم وشمال درفور وسنار وغرب كوردفان وكسلة والجدارف والجزيرة وشرق درفور وشمال كوردفان وبحر الأحمر وجنوب درفور والنيل نفسه ولاية النيل والشمالية والشمالية ناحية مصر والنيل الأبيض والنيل الأزرق وساوز كوردفان يعني 17 ولاية شاهدت بعد وده في إيد كما نحن في كنزة التنامي الموجة التنامي عندما ضربت باندا أتشيا أو ضربت اندونيسيا في أقصى الشرق وصلت للصومال في خلال أيام للصومال في خلال أيام يعني هذا وهذا جزء من التغير المناخي في بعض الناس يضعوا فيها أشياء ممكن أن يكون فيه تجربة نووية في المحيط هناك كل هذا فنكوش هذا تغير المناخي بقوة ونحن أننا ونقاوم محاربة التغير المناخي ونقول للدول السلعية كفا 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 أفسدتم العالم أفسدتم الديمقراطيات أفسدتم الشعوب أفسدتم الأمم كفا 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 هذا طبعا لدي بعض المناظر لأهلينا في السودان وفي كل مكان يعني الناس ليس بتفسح يعني أمهم أربع شباب بيزقوا أمهم فشكله ليس مركب هذا يعتبر بانيو اللي هو يستحمى فيه وذلك توابع هذه الأشياء الأمراض اللي قد تكون كوليرا الأمراض المعاوية طبعا البعود اللي هو بيؤدي إلى المناريا وبيزداد الطين بلا بإيه تاني بإيه تاني اللي هو يجلنا الجراد ويأكل محصول اللي كان حينتج ومش حينتج حاجة الوقتة دي الحالة اللي نحن نشوفها اللي أنا أرتجو منكم كلكم وانتو تتصوروا أنفسكم أو نتصور أنفسنا داخل هذا البانيو أو على السرير غرفة النوم أو كالشاب اللي بيحمل اللي هو وليس عارفة بلد أكل أو الشرب أو الضيان أو غريتها الماء وليس عارفة أثار السلبية للفادنات التي حصلت في السودان في خلال الأسبوع الماضية هنا بقى نتكلم عن معيارية للتعامل مع الفائدانات السودان انا اللي بيزعلني كتير جدا 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 كما قلتها في المحاضرة اللي احنا عملناها على جائحة مرفق بيروت شباب كتير جدا نسافروا كدا وانا متأكد انهم ان يجدهم كويسة ومش محتاجن لهم لان الشعب اللبناني عنده كفاءات بشرية غير عادية لكن سافرنا وخدنا الصورة وخدنا اللقطة خلاص؟ طيب مجلناش هنا ليه بقى؟ المجتمع الدولي رؤساء سافره مؤتمرات عقد وطبعا احنا بنشكر الرئيس الفرنسي ماكرون ان هو يعني بتولى بنفسه مساعدة الشعب اللبناني ومراقبة المسيرة الديمقراطية للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية انا مش حقش في السياسة لان كل واحد مش عين نسيس الامور لكن اين الرؤساء والزعماء والمؤسسات اللي انبرت للبنان وانا لا اقلل من اثار جائحة مرفق بيروت؟ ابدا يحتاجون العون مية في المية لكن انادي الناس الذين كالوا بمكالين للجائحتين في شهرين متنين ولم يأتوا هنا وقتوا هناك جائحة لبنان مرفق اللبناني احنا مش عارفين تفجير حصل ممكن يكون من الاهمال ايضا من الفساد ايضا ممكن يكون بفعل فاعل الله اعلم هنا بفعل فاعل ايضا ان هم الناس دول الصناعية اللي قدت الى التغير المناخي والحباس الحراري وازدياد نسبة الكربون في الدنيا كلها ماذا الناس الذين ماشى والشاهد البنته والشاهد أمه والشاهد خلطه والشاهد عمته ماذا ذنبهم من ان الدولة دي بتنتج كذا والدولة دي بتنتج كذا وانا بروح بموت كل سنة فحنا نقول للعالم في العمل الانساني لا تكيل باكثر من مكيال انا افريقي واعتز بافريقيتي واعتز بخلفيتي انا سوداني واعتز بلوني وبشرتي وباللغتي وثقافتي وديني وأنا اثيوبي وأنا جنوب سوداني وأنا كيني وأنا تنزاني وأنا أنجولي عاملني كما تتعامل مع الآخرين نفس المعيار نفس المعيار بعد كده ايه الحلول المخترحة بقى الحلول المخترحة بقى أول حلول قصيرة الأمد وهو حلول قرائية طويلة الأمد الحلول القصيرة الأمد التي هي أول شيء الشباب أنا أتكلم مع الشباب مع الشباب تفعيل نشر قضية فتان السردان في الإعلام وخاصة منصات التواصل الاجتماعي لدى الشباب النشطين هذه نمرة واحد ممكن كل واحد فيكو يبقى محطة التلفزيوية المحطة الألمية نمرة اثنين تفعيل وسائل جامعة التبرعات من أجل السودان من خلال منصات التواصل الاجتماعي والشبكات الإلكترونية أنا كلمت في المحاضرة بيروت عن أحد المبادرات للمهاجرين اللبنانيين جامعة حوالي خمسة أو ستة أو سبعة مليون جنيه ما بينهم بعضهم من خلال اللي هو منصات التواصل الاجتماعي نمرة ثلاثة إرسال الإغاثات العاجلة من الجمعيات والحكومات ما تجيش له عملية بطيارة وطيارة تقف في المطار عشان يتصور بقى أنت تكن في المخازن المخازن مش مكان الإغاثة المخازن مكان أو محطة لنقل مواد الإغاثية حسن الحكومات المانحة خاصة العربية على تسهيل وسرعة وصول أموال إلى مسحقية في السودان أقولها ثاني حسن الحكومات المانحة خاصة العربية منها على تسهيل وسرعة وصول أموال إلى مسحقية في السودان لماذا؟ البريقراطية العقيمة والخوف من الإرهاب والخوف من كذا وكذا يؤدي إلى هلاك المجتمعات وموت الأفراد وتدمير البلان التحتية حينما نضع في هذه الأماكن الناس ليس لهم علاقة بالإنسانية من الخمسة حدث كل من نظمة التعاون الإسلامي الجماعة العربية على القيام بدورهم بدورهم وتاريخي من أجل إغاثة المنقبين في السودان نمرا 6 تشجيع الشباب السوداني عن انخراط في التطوع من أجل إجواء ومساعدة المنقبين نمرا 7 تسهيل دخول فرق المتطوعين الحكومة السودانية لابد تسهيل دخول فرق المتطوعين والجمعيات للمناطق المتضررة نمرا 8 عمل مؤتمر إغاثي دولي زي اللي عمله الرئيس ماكرون لبنان اللي جمع فيها 300 مليون أو أكثر دولار في يوم واحد نريد أن نعمل مؤتمرات نجمع فيها مليار أو اثنين أو ثلاثة للسودان كذلك نمرا 9 تسهيل تنسيق الجهود بين المؤسسات العاملة على الأرض الواقع نمرا 10 تنسيق مع مؤسسات الأول المتحدة مؤسسات الدولية العاملة في سودان للإغاثة العجلة نمرا 11 تحديد أبعاد وأثار الدمار التي أثرتها فيها فائدانات نمرا 12 رسم خريطة الطريق لمرحلة العمل الإغاثي والتي قد تستمر مباني ستة أشهر لسنة واضح لتناشر النقطة اللي هو في الحلول قصيرة الأمد لا دي في غلط اه لتناشر النقطة دول حلول قصيرة الأمد الوقت هنخش على الحلول التولية الأمد التولية الأمد اللي هو إيه بهم لنقشر أول حيث رسم و تحديد خريطة الطريق لإعادة الإعمار و معالجة الدمار التي أهزتهم فيها دمان من خارج الطريق و الله فلن آس deutscheه try 2 تنسيق الكوب بين المؤسسات السيودانية واللوطنية يتم إمعليها على الوطن المؤسسات الوطنية أولاً نaccato اتنسيق الكوب بين مؤسسات الوطنية ومؤسسات الديولية ومؤسسات الحكومة 4 تسهيل دخول المعؤونات من اجل عدد بناء مدندون من مشاوكات نمر 5 تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني المحلية والاستثمار في بناء خدرتها البشرية نمر 6 الاستثمار في بناء البرنة التحتية البرنة التحتية في السودان وغير السودان لا نستثمر فيها أموال كثير من الدول العربية لا تستثمر أموال إلا في القطاع الأمني إلا في القطاع العسكري إلا في القطاع الاستخباراتي للمحافظة على حكومة وليس محافظة على الشعب والوطن نستثمر في بناء البرنة التحتية ولمناء حدوث هذه البرنة أخرى نستثمر في بناء القطاعات المدنية مدنية مدنية صحة والتعليم والزراعة والصناعة والحرفات والأقصاد كل هذه الأشياء خدت طويلة الأمن نمر 8 محاربة الفسادة في المحور الثاني حيث أن ترتيب دولة سودان نخم مئة ثلاثة وسبعين في قائمة الدول أكثر فسادة في العالم وذلك يعد مؤشر خطير للمحافظة على الوحدة الوطنية للسودان والسودان بلد نحن نحبها وأن الدول التي أعشاقها وهوايا هواها يمكن أن أغنيت لكم من السبعينيات والسودان ومحدش يزايد علي في مدى حبي للسودان واليمن والسوريا وكل الأشياء والسودان والسودان هي اللي علمتنا كيف نعمل ونبدأ العمل الإنساني في العالم منذ الثمانينيات من القرن الماضي والسودان لها فضل على الكثير من الجمعيات والمؤسسات سواء كانت عربية أو إسلامية أو دولية حينما علمت هؤلاء كيف يصنعون مسيرة العمل الإنساني في العالم كله منذ ثمانينيات أو سبعينيات القرن الماضي والسودان لها أبناء بسم الله ما شاء الله جهادس في كل محور دول يعملون في مجالات مختلفة فلذلك نقول هيا بنا نساعد السودان ولا تزايدوا على حبنا للسودان لما تسعى محاربة الثلبيات التصحر والجفاف والتغير مناخي الذي يصيب الكون الدول التي لا تراعي حرمة الإنسان وتظل تمنع نفسها من أن تكون عدوا في مؤتمرات المناخ هذه الدول تعمل ضد البشرية وتعمل ضد الإنسانية محاربة الثلبيات التصحر والجفاف والتغير مناخي الذي يصيب الكون بعمل تحالفات مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية 10 توسيع مساحة الحريات المتاحة المجتمع المدني في السودان ومؤسساته 11 وضع سياسات وستراتيجات زراعية جديدة للمحافظة على المعاصيل الزراعية والصلاوات الحيوانية 12 تشجيع الأعمال الحرفية والأسواق الشعبية لخلق قفلس عمل كثيرة للشباب وكذلك الاستثمار في دعم منظومة بناها المشاولية متنائية الصغر للشباب نما 13 وضع استراتيجية جديدة لكيفية الاستفادة من مياه النيل وتخزينها تخزينها كيف نخزي مياه النيل بناء الترع والبحيرات والخزانات والسدود المائية وبناء الجسور وبناء الكباري وبناء الآبار والحفاير لابد ان استثمر في كيفية وضع استراتيجية للمحافظة على مياه النيل وتخزين مياه النيل نمرة كام 14 التنسيق الدعم مع دول حود النيل للاتفاق على كافية الاستفادة من مياه النيل حتى لا تجور دولها الأخرى لدينا من 8 أو 10 دول أثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبروندي الى آخرى دول يعودوا مع بعض لكي لا تتغول دولة 50 سد عندها والدولة الثانية تعاني من هذه السدود دولة 15 مراجعة سياسات التصدير والسرات لتسهيل تصدير المنتجات السودانية أنا 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 أشكر الشباب الذين كنت أشتغل معهم عبد العزيز الخاطر وقالي ومحمد وعلي الشوا فإنهم ساعدوني ونواصل إلى هذا الصوت أرجع لكم هنا في خمس نقاط أساسية في التعامل مع كارثة فياضنات السودان أولهم التغير المناخي ثانيهم الفساد الإداري ثالثهم اللي هو التعامل مع الجائحة اللي هي الفياضنات في السودان رابعهم اللي هو عدم التعامل بمعياريات مختلفة والتفرقة بين هذه الجائحة وذلك الجائحة كما رأينا في التعامل مع جائحة المرفق في بيروت والجائحة الفياضنات في السودان الأخير اللي هو الحلول اللي أنا حطيتها أنا أشكركم جميعاً وجزاكم الله خير وأتمنى أن نساعد الشباب ورسالتي للشباب هو أنتم الأمل الذين ستصبحون قادرين على منع هذه الفياضنات ومحاربة التصحر والجفاف ومحاربة التغير المناخي ومحاربة الانحباس الحراري ومحاربة ازدياد معدلات إنتاج ثاني كسد كرمو في العالم لكي نحافظ على المخلوقات التي خلق الله سبحانه وتعالى لها الكوكب الأرضي بما فيه من خلالات لكي تسعد ليس لكي تنهب وتسلب وتهمش شعوبها جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله